هل يجوز أن أخرج الزكاة لأختي لسداد ديونها ودفع الأقصاط وتذهب لتأتي بعمرة حيث ليس لها القدرة على تحمل ثمن العمرة لمكة أولا دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كان الإنسان ليس وارثا فيجوز أن يعطيهم الزكاة إذا كانوا مستحقين أما إذا كان وارثا لإخوانه أو أخواته لو ماتوا فليس له أن يعطيهم من الزكاة بل يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث مطالب بالنفقة وبنان على ذلك لو كان أبوك موجودا فأنت لست وارث لأختك فلا بأس أن تعطيها من زكاةك إذا كانت مستحقة بل إن هذا هو الأفضل لأن تكون زكاة وصلة رحم إذا كانت أختك عندها أبناء فلست وارثا لها فلا بأس أن تعطيها من زكاةك بل إن هذا هو الأفضل لأن تكون زكاة وصلة رحم لكن لو كانت أختك ليس لها أولاد وأبوك غير موجود فأنت وارث لها لو ماتت فأنت وارث لها لو ماتت فيجب عليك أن تنفق عليها من حر مالك وليس من الزكاة ويستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي سداد الدين سداد الدين يجوز أن تسدد الدين عن إخوانك أو أخواتك على كل حال إذا كانوا عاجزين عن سداد الدين بل يجوز أن تسدد الدين عن أبيك أو أمك أو ابنك أو ابنتك لأن الإنسان أصلا ليس مطالبا بسداد الدين عن أقاربه حتى عن أبيه وأمه وأبناء ليس مطالبا لا شرعا ولا نظاما ليس مطالبا مدام أنه شرعا ليس مطالبا بسداد الدين عنهم فيجوز أن يسدد الدين عنهم من الزكاة وعلى هذا نقول أخي السائل الكريم إذا كنت لا ترث أختك فلا بأس بأن تعطيها من الزكاة لا بأس أن تسدد ديونها على كل حال لكن أن تعطيها من الزكاة لتعمل عمرة ليس لك ذلك لأن العمرة ليست أصلا واجبة إلا على المستطيع مرة واحدة في العمر على المستطيع وغير المستطيع لا تجب عليه فلا تعطيها من الزكاة لتعتمر وإنما تعطيها من غير الزكاة إن أردت